وعلى ضوء الأحداث السياسية التي تعيشها المنطقة وتحديدا التخوف من وضع اللبنانيين المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي استطلع الراي آراء الجالية اللبنانية وأبدى المقيمون اللبنانيون ارتياحهم في الكويت لما تتمتع به من استقرار متمنينا دواما نعمات الأمنة والأمان ابتسام رمال والتقرير التالي هون بالكويت عايشين بأمن وباستقرار والأمر كله مستتب مية بالمية بس أنه طالما كل يوم عم نتابع أخبار لبنان وبين فترة وفترة أكيد قلبنا من جوا بيوجعنا على موضع لبنان كلنا كمغتربين هون منحب نرجع على لبنان الواحد الموحد لبنان الأرز اللي كنا متعودين عليه مثل أيام قبل ما في لبنان يعني غير عن التاني كلنا لبنانية مهدي شاب لبناني يعيش في الكويت منذ أكثر من تسع سنوات ولكن قلبه معلق بوطنه لبنان أما علي فيتابع الأحداث اللبنانية يوميا عبر شاشات التلفاز هون بلد كمان أمان والحمد الله يعني بتحسيهم مننا وفينا يعني وكتير بلد بيحبوا اللبنانيين ومنظموا أمان بالعكس كتير منيح الواحد بنقهر يعني بلده كمان بالنهاية بلدي بحب يكون أحسن بلد بالعالم بالعكس بس أنه يعني شو بده يسوي الواحد أمور عم تصير يعني ما بيتوكعها بس أنه إن شاء الله خير لعله خير إن شاء الله وعلى ضوء الأحداث والتخوف من وضع المغتاربين في منطقة الخليج وبسبب تأزم الأوضاع اللبنانية عبرت الجالية عن ارتياحها للكويت بلد الأمن والاستقرار نحن باللبنان والكويت يعني دولي واحد يعني ما في شي بيخوف وهذا العب الصين يعني حتى ما منتأثر نحن عادي ووضع عادي يعني مش كلها الآن يعني مش متخوفين يعني لا طبعا ما صار علينا أي شي ولا ولا خايفين من شي نحن مستقرين بالبلد هون وما علينا أي شي إن شاء الله نحن والله هون الحمد لله مرتاحين كتير ومش بتخوفين من شي وهذا حق السياسي كله حق يعني لا بيقدمنا ولا بيأخرنا نحن كمواطنين عايشين برا لبنان وانتي عارف الوضع كله العالم العربي كله متكركب يعني ونحن الحمد لله هون كتير مرتاحين وصارنا تقريبا شي عشرين سينة مختربين وفيش شي مخوفنا لا ما في شي مخوف وهناك من ولد وعاش في الكويت ليؤكد على أهمية لبنان الواحد الموحد الدولة الواحدة ما فيها التخوف نهائيا نحن من زمان نعتبر حالنا نحن ولد البلد وانا موليد البلد ونحن منعرف ولدنا موليد البلد ما فيها التخوف نهائيا هاي كلها أخبار وإشعاعات ما في شي مخوفنا وكل صحابنا هون مش موفقين أشياء عم بيصيب لبنان نهائيا يعني بنتمنى أنه أحزابها شرط هيدة كل ما منتمنى نحن نعم لنا ترجع للدولة وبس ما ممنى شي تاني نحن أكيد بنتوجع هذا بلده هي أول شيء تاني شيء نحن هون ممنع تبير حالنا نحن هذا بلدنا التاني نحن ربينا وعشنا وحياتنا كلها هون فطبعا هاي الأزمة بتعمل ألأ بين الكويت وبين لبنان كان نحن قاعدين يعني ألأنين على بلدنا طبعا ونحن بنتمنى أنه كل شيء الأمور تكون طبيعية ونحن قاعدين هون بخير والحمد لله رب العالمين هم اختاروا الكويت وطنهم الثاني ولبنان وطنهم الأم ليبقى الهوى كويتي والهوية لبنانية ابتسام رمال الراي